ضمن عمليات الفارس الشهم ثلاثة التي أمر بها صاحب سمو الشيخ محمد بن زيد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله لدعم الشعب الفلسطيني تواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطع غزة وتخفيف عن أو من حدة الأوضاع الإنسانية وقامت هيئة الإلال الأحمر الإماراتي من 11 إلى 18 من فبراير الجاري بتقديم الدعم إلى محافظات رفح وخان يونس والوسطى وشميلة المساعدات طرودا تحوي مواد غذائية وطبية وملابس شتوية بجانب تركيب كشافات إنارة في مراكز إيواء النزحين قد منع المشروع المخابز لمواجهة النقص الحادة في الخبز داخل غزة